هنروح لخبر لعلاقة بالكاراتيه والكاراتيه طبعا يعني لعبة من الألعاب اللي احنا خسرناها في الأولمبيات القادمة لانه زي ما حضراتكم عارفين هي لعبة غير أولمبيا ولكن توكيو أو اليابان يعني كانت هي أحد التلات لعبات اللي فضلت أو اللي هي يعني آثرت انها تشاركها انتليك تلات لعبات كدولة منظمة يعني دخلهم المنافسات فكان الكاراتيه أحد الألعاب منه ولكن احنا خسرناها في باريس ومع ذلك مصر تصديب بطولة البريميام الليج للكاراتيه يناير 20-23 الاتحاد الدولي للكاراتيه أعلن موافقته على تنظيم مصر لبطولة البريميام الليج الدولية وله تكون في مصر بداية السنة الجاية بإذن الله وجه التأكيد ده بعد ما قرر الأسباني أنتونيو سفينوس رئيس الاتحاد الدولي منح مصر شرف تنظيم البطولة كأول بطولة في أجنتة الاتحاد الدولي الموسم 20-23 والقرار ده جيه كنوع من الدعم بالاتحاد الدولي المجلس دارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الضهراء واللي بيشارك بقوة في أغلب البطولات الدولية اللي بينظمها الاتحاد الدولي للعب بالتوفير للكاراتيه المصري واللي بيقدم مستوى مميز في الفترة اللي فاتت وكان أهمها طبعا فوزه بمديلتين أولمبيتين في الأولمبيات اللي فاتت عن طريق جيانة فاروق وفريال أشرف يعني الكاراتيه الحقيقة والخماس الحديث كانوا ليهم دور كبير مدليتين أو تلات مدليات مدليتين هنا ومدليا هنا حقيقة يعني دفعونا لقدام في غياب طبعا ربعنا رفع الأسقال اللي هم رجعوا تاني وريجعوا تاني لمنصات التتويق في بطولات العالم وده طبعا هم بيسخنوا كل ده عشان يستعيدوا المستوى الدولي عشان ربعنا رفع الأسقال لأن رفع الأسقال من الألعاب المؤثرة جدا عندنا في تاريخنا الأولمبي وحصدت مدليات كتيرة هي ممكن هي والمصرعة نتمنى إن شاء الله مع المجموعة الموجودة مصر إن شاء الله في باريس 20-24 تكون في مكان في الجدوى الأفضل من توكيو 20-20